هذا الشاب المصري البشوش اسمه رامي هاني مونير فهين عمره ستة وعشرون عاما يعمل في شركة لإدارة الأصول بولاية كاليفورنيا الأمريكية قبل أيام فقط لم يكن أحد يعرف عنه شيئا في مصر اليوم هو حديث مواقع التواصل فرامي هو ابن وزيرة الهجرة المصرية نبيل مكرم وهو متهم بجريمة تصل عقوبتها للإعدام قتل شخصين في الولايات المتحدة القضية تعود لأبريل نيسان الماضي لكن أخبارها لم تنتشر في وسائل الإعلام المصرية إلا مع اقتراب جلسة النطق بالحكم في السادس عشر من يونيو حزيرا القادم هذا القتلان هما هدان الشابان الأمريكيان بعمره ثلاثة وعشرين عاما هما غريفن كومو زميل رامي في العمل وجوناثان باهن شريك كومو في السكن الشرطة في مقاطعة أورنج بولاية كاليفورنيا تلقت بلاغا فتوجهت لإحدى الشقاق لتجد الجثتين وقد طعنت حتى الموت كان رامي لا يزال هناك يعاني من إصابات طفيفة حين وصلت الشرطة أحد حراس العقار شهد بأنه شاهد رامي على سطح البناية قبل ساعات من الحادث كما شهد رامي في نفس طابق شقة الضحايا قبل وقوع الجريمة تم القبض على رامي وجهت له تهمة القتل المزدوج وحمل سلاح قاتل بالإضافة لتهمة الكذب بهدف محاولة تضليل السلطات ولم تذكر الشرطة شيئا عند وافع الجريمة القضية أثارت الكثير من الجدل والصخب لارتباطها بنجل الوزيرة نبيلة مكرم وهي نفسها شخصية كانت قد أثارت الجدل سابقا بسبب تصريحات لها رأىها البعض تحريضية نجل الغلد وحدة مصر مصر اللي بتضمنا كلنا ومصر اللي بتقربنا كلنا مع بعض ومهما تقربنا مهما روحنا ومهاجينا تصدر البلد دي دخل كده في قلبنا ونستحمل شوال كلمة عليها بره أي حد يقول كلمة بره على بلدنا يحتلوا يتقاطع نبيلة مكرم خرجت عن صمتها بشأن قضية ابنها ونشرت هذا البيان على فيسبوك أنا وأسرتي نتعرض لمحنة شديدة وبنمر بوقت عصيب قيامي بواجباتي كوزيرة في الحكومة المصرية لا يتعرض إطلاقا مع كوني أم مؤمنة تواجهه بشجاعة محنة ابنها ومهما كانت العواقب فإنني كوزيرة أتحمل مسؤوليتي كاملة تجاه منصبي ومقتضيات العمل به كأم أطلب منكم الدعاء لي ولأسرتي في هذه المحنة بيانوا الوزيرة عكس تمسكها بمنصبها وسائل إعلام مصرية ومقدموا ببرامج أظهروا تعاطفا مع الوزيرة منهم عمر أديب سمحتي تفضلي إحنا ما بنقولكيش أنك هتمشي أو بقولكش أن أنت هتسيب منصبك حضرتك في إجازة لغاية ما نفهم هذا الأمر أنت إزاي ويمكن أنه مثلا أو وكيل وزارتها إذا كان رجل أو إمرأة يتابعها وهي تأخذ قررتها ولكن رحمة بها ومنعا عن الحرج للإدارة يكون فيه أنا ما بقولش تقال أو تستقيل أنا بتكلم على أجازة تستطيع هي أنها تاخد فيها نفسها تروح تسافر تقعد جنب ابنها وهي طبعا هذه حريقة شخصية على وسائل التواصل الاجتماعي زخرت هذه الوسائل بالتعليقات من بينها منصور يقول من الناحية الإنسانية أتعاطف مع وزيرة الهجرة كأم في محنة في أعز ما لديها ومن الناحية الإنسانية أتعاطف مع أهالي الضحايا بشكل أكبر لفقدانهم أبنائهم أصبح أمرا واقعا لا ينتظر حكم محكمة لا أعتقد أنه في حاجة تاني ممكن تخصني في الموضوع علاء يقول بعد صمت الحملان الذي كان فيه الإعلام المصري بالكامل أكثر من أربعين يوما عن حادث ابن وزيرة الهجرة فجأة جميعهم في نفس اليوم تحدثوا عن الموضوع ما بين داعم للوزيرة وما بين مبرر للجريمة وهذا لا يعنيني هو محدش هيتكلم عن تصريح إثيوبيا بملء سد النهضة القادم اللي قالوا أنه هيدور مصر والسودان حسام يقول وزير التقطيع الرؤوس التي تعرف بوزيرة الهجرة تدعوكم للدعاء لها ولابنها قلبنا مع الضحايا ونطالب القضاء الشامخ الأمريكي بإحقاق العدالة ليمو يقول هل تعتقدون أن وزيرة الهجرة كانت أصيبت بالذعر لو ابنها كان في مصر ومن قتله المصريين الخوف من المحاكمة العادلة شكرا لمشاهدتك تريندينج سنسعد باشتراكك بالقناة وإعجابك بالقصة ومشاركتها وتعليقك عليها